عند بعد عقوبات الإكواس المواقف الدولية الولايات المتحدة الأمريكية باركة الاتحاد الأوروبي باركة فرنسا باركة روسيا وقفت مع أسيمي قويطة رئيس لجنة إنقاذ شعب مالي حتى لا نقول حكم العسكر وبالتالي فهذه المواقف الدولية تؤكد بأن القضية المالية خرجت من يد وبالتالي فوقوف الولايات المتحدة الأمريكية وللتذكر بأن العقوبات مست كذلك إتيوبيا ومست غينيا بيساو التي عرفت كذلك انقلابا على ألفا كوندي فهذه سياقات الانقلابات هي التي تكون وبالا ثانيا العقوبات التي تعرضت لها مالي سيتحملها الشعب المالي وبالتالي نحن من باب الموضوعية وحتى من موقف الجزائر طالبت من المجلس العسكري ضرورة التفاوض والهدوء مع دول إكواس لإيجاد وهناك حديث ربما عن وساطة جزائرية بين الإكواس وانديف 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 وانديف